نعم ويعني بما أننا نتحدث عن الطائفة لابد لنا من الحديث عن امتدادها الطبيعي لتعزيز هذا التواصل قمت بتنظيم ومشاركة مع وفد من المشايخ الدروس بزيارة إلى سوريا عام 2007 وجرت محاكمتك على هذا الأساس وينستطيع القول ملاحقة لك شخصيا على هذه الخلفية لنتحدث عن هذا الموضوع يعني أولا كان لابد من كسر جدار العزل يعني أحيط العرب بشكل عام الأقليل فلسطيني بشكل عام عندنا في الداخل والعرب الدروس في داخلها أحيطوا بجدار من العزل عن فضاء عن بقية أبناء شعبهم وعن بقية أبناء أمتهم بشكل عام كان لابد وبالذات من إطلاق مشروع للتواصل مشروع التواصل طبعا ليس سرا أطلقوا التجمع الوطن الديمقراطي من سنة الألفين اللي أنا كنت عضو فيه ولكن لاحقا بعد الألفين والسابعة عمليا من تولى هذا المشروع كنت أنا بعد خروج عزمي وبناء على قرار حزبي بالمناسبة وهو في سياق مشروع التواصل العام لكل أبناء شعبنا ليس صفقة للعرب الدروس جاء قضية التواصل للعرب الدروس عينيا من منطلقين منطلق الأول هو رفض القوى الوطنية وحتى على المستوى الإنساني داخليا بقوة خارجية بالمعنى الإيجابي بمعنى أنه امتدادنا هنا امتدادنا يفكر بهذا الشكل وأنا لا أقصد الامتداد المذهبي الامتداد العربي الامتداد القومي الامتداد الفلسطيني يعني جزء من هذا التواصل هو كذلك تواصل مع ابناء شعبنا في الداخل على خلفية هذه الزيارة هذه الزيارة يعني خهزت أركان المؤسسة الإسرائيلية ولذلك ارتأت أن تختار من أصل آلاف سافروا إلى سوريا وغير سوريا أن تختار بالذات قيادة لجنة التواصل اللي عني اليوم جزء من الحركة الوطنية للتواصل اللي أنا أمين العام وفي محاكمة لستعاش من رجال الدين رئاسة لجنة التواصل استطعنا لا مجال الحديث عن ذلك ولكن النتيجة في نهاية الأمر كانت أننا استطعنا وقف مثل هذه المحاكمة طبعا يحاكموني أنا كوني أنا المجرم الأكبر أنا من دبرت وأنا من سعت وأنا من عملت وبحجة أني التقيت شخصيات سياسية ولكن واضح شخصيات في نظر المؤسسة الإسرائيل عميل حسب التعريف الإسرائيل يعني هل زملائي هل زملائي من أعضاء الكنيسة اللي زاروا يعني التقوا هناك مع أحباء صهيون يعني مع خيري أمم العالم وأنا التقيت يعني مع أعداء واضح أن المحاكمة هي محاكمة سياسية لكسر هذا الجدار يريدون إعادة بناء هذا الجدار العزلة ونوع من الردع ربما واضح هذا الأمر ولذلك هذه الملاحقة انتصرنا هناك في محكمتي يطالبون اليوم بسجنة سنتين وكأني سلمت حتى خمس سنوات أنياب العمل سلمت سوريا كوني خبير ذري قضيت حياتي في الفرن الذري في ديمونا فسلمت أنا المعلومات الذرية واضح هناك ملاحقة سياسية لضرب هذا التوجه الذي أقض مضاجع المؤسسة الإسرائيلية وليس فقط إن أزلام المؤسسة الإسرائيلية بين ظهرانين ليس فقط كدروز إلا بين ظهرانين كعرب في هذه البلاد فمن هذا المنطلق استشرسوا في الهجوم علينا